نجم مصر المواطن الذي أصيب بفيروس كورونا كان موجود أو كان في عزة بمدينة أسوان ثم عاد إلى منزله إلى بلده بمدينة نجا حمادي شعر بالتعب والإجهاد فذهب إلى أحد المستشفيات أو مستشفى الحميات بنجا حمادي فاكتشف أنه مريض بفيروس كورونا اتعامل التحاليل طبعا لكل الحالات المخلطة لهذه الحالة طبعا كعادة أهل الصعيد أن دائما لما بيكون في حد مريض كل الناس طبعا بتروح له كل الناس بتوسيه كل الناس بتكون بجنبه في محنته أو في مرضه كل الناس وقتها طبعا المفروض طبعا لو كل الناس لو الناس عرفت أنه مريض بفيروس كورونا المفروض طبعا محدش يروح له أو المفروض يكتفه بالاتصال الهاتفي ولكن اللي خلى كل الناس أو جيرانه أو أحبابه من مدينة ناجح حمادي رحوله وكانوا معاه في محنته وفي مرضه أنه لما راح عمل التحليل الأول الدكتور قال له أن حضرتك مصاب بالتهابر قوي واستبعت أنه يكون عنده فيروس كورونا فالناس كلها اطمنت الناس كلها اطمنت أنه زي ما أنتوا عارفين أهل الصعيد لما بيكون في أي حالة أو في أي حد في أي محنة محدش بيسيبه ده المعروف طبعا عن أهل الصعيد وخاصة أهالي ناجح حمادي محافظة إنا فكل الناس اطمنت أنه عنده التهاب رأوي ما عندهوش أي مشكلة أو ما عندهوش فيروس كورونا بعدها بعد ما ذهب إلى مستشفى الحميات تعب تاني فلما رأى عمل التحاليل مرة تانية اتضح أنه هو عنده أو أصيب بفيروس كورونا دي كانت المشكلة كل الناس طبعا كانت خايفة كل الناس اللي رحيت له طبعا ده خوف يعني طبيعي طبيعي جدا جدا كمان فجابوا كل الحالات المخلطة لهذا المريض وكشفوا عليها أو عملوا تحاليل لها فكل التحاليل أو أربع تقريبا أربع حالات طلعت إيجابية وباقي الحالات كلها الحمد لله رب العالمين طلعت سلبية يمكن الحالات اللي هي أثبات التحاليل نهيئة إيجابية تقريبا اللي هو الأستاذ سيد أسأل الله العظيم أن يشفيه هو وأسرته التحاليل أثباتت سلبية حالة عم سيد وابنه وبنته وزوجته وأحد أصدقائه يسمى تقريبا مش متذكر اسمه ولكن هو في فيديو ليه صغير جدا جدا الفيديو ده هو الراجل طالعه بيقول أنه هو الحمد لله بحالة جيدة وأن إن شاء الله أيام إن شاء الله ويخرج من مستشفى العزل وأن الراجل كمان في الفيديو ليه بيشيد بمستشفى العزل أحد المخالطين لحالة عم سيد كان رافض أنه هو يعمل تحليل بس بصراحة بأدب وأخلاق شباب مدينة ناجة حمادي أقنعوا هذا الرجل أنه هو يعمل تحليل ودي ما فيهاش أي مشكلة حتى الناس اللي بتتصاب بهذا الفيروس ربنا يعني نسبة كبيرة منهم بيتشافوا أو بيتعافوا فالحمد لله الناس كانت متخوفة لأن هذا الرجل أو أحد أصدقائه فاتح بعض المحلات الغذائية فكل الناس بتروح تشتري منه فكل الناس كانت خايفة جدا 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 فتدخل شباب شارع التحرير بمدينة ناجة حمادي والنائب فاتحي قنديل وأقنعوا أنه هو يعمل تحليل فعملوا تحليل لكل الحالات المخلطة ومن ضمنهم صديق الأستاذ سيد والحمد لله أثبتت الحالة أو الحالة طلعت سلبية ده عمل أريحية شوية في شارع التحرير أو في الشارع الناجة عاون بصراحة كده اللي شديني وخلاني أبدأ حلقتي بهذا الخبر شباب ناجة حمادي أو شباب شارع التحرير شباب إيجابي جدا 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 مجرد ما ظهرت هذه الحالة طلعت أحسن ما جواهم يعني دائما لما بيحصل أي فعل دائما لإما بيطلع الحلو اللي جواك أو بيطلع الوحش اللي جواك إصابة عم سيد طلعت الحاجة الحلوة أو طلعت الحلوة كله أو الجدعانة كلها اللي موجودة اللي جوه شباب ناجة حمادي ابتدوا يعملوا مبادرات ابتدوا يعقموا أو عقموا الشارع بأكمله شارع التحرير بأكمله تم تعقيمه من قبل شباب التحرير بناجة حمادي بمجهودهم الشخصي ومن جيبهم الخاص عشان محدش يزايد عليهم ولا حد يستغلهم لأي سبب آخر فبصراحة أقل حاجة ياريت أستاذ محمد فؤاد تعرض لنا صورة شباب شارع التحرير بنجا حمادي فأقل حاجة ممكن أقدمها للشباب شارع التحرير بمدينة نجا حمادي إن أنا أشكرهم على الهوى وبقول لهم إن دي تكون بداية إن شاء الله بداية لبعض المبادرات دول بعض شباب مدينة نجا حمادي وفيه غيرهم أكيد طبعا يعني دول الشباب اللي هم ابتدوا يعملوا مبادرات وابتدوا يعاقموا الشارع اللي كانت فيه الحالات المصابة إن شاء الله قريبا إن شاء الله سيتم شفاقهم بإذن الله فأقل حاجة إن أنا ممكن أعملها لهم إن أنا أشكرهم على الهوى وإن أنا بقول لهم إن دي تكون إن شاء الله إن دي تكون بداية عشان كده بدأت حلقتي بهذا الخبر وكمان أنا بطالب الشباب النجاوي شباب شارع التحريق وشباب نجا حمادي كله ومحافظة إنا ومصر كلها إن إحنا نعمل مبادرة أو نقوم بتفعيل مبادرة ديليفري الخير إيه مبادرة ديليفري الخير وأنا براهن على فكرة يعني المبادرة دي إن شاء الله نوهت عنها النهاردة هو بنوى عنها من برنامجي وبراهن على نجاح هذه المبادرة بفضل الله ثم بشباب نجا حمادي وبشباب مصر كلها يعني أنا بتمنى إن المبادرة دي آه تبدأ من نجا حمادي ولكن أتمنى إن هي تكون موجودة في كل قرى مصر في كل شوارع مصر في كل قرية وفي كل مركز وفي كل محافظة من محافظات مصر مبادرة ديليفري الخير المبادرة دي في بعض الناس بتكون اللي هي الكبيرة في السن دي بتبقى مضطرة إن هي تنزل تشتري بعض احتياجاتها من أكل وشرب وعلاج ممكن الناس دي ما يكونش معاهم شباب في البيت ممكن الناس دي تكون قاعدة لوحدها وده طبيعي وده أمر موجود أو دي حاجة موجودة أو حالة موجودة في كل حتة في مصر وفي كل حتة في العالم فالناس دي بيبقى يعني على أتم الإسعداد إن هي ما بتنزلش من بيتها ولكن بتبقى مضطرة مضطرة إن هي بتنزل عايزة تجيب الأكل بتاعها عايزة تجيب الشرب بتاعها عايزة تجيب العلاج في منهم اللي بيبقى مريض سكر في منهم المريض بالضغط فبينزلوا يشتروا احتياجاتهم أو بينزلوا للضرورة طب إيه اللي ممكن ما يخلهمش ينزلوا هي المبادرة اللي بقول لحضراتكم عليها مبادرة ديليفيري الخير هذا الشباب اللي أنا براهن عليه شباب شارع التحرير بناجح حمادي أتمنى إنه من النهاردة أو من بكرة يفعل هذه المبادرة وإنه هم يعملوا صفحة كده أو جروب ويضموا فيه أكبر عدد من ناجح حمادي أو من القرى أو من المدينة أو مدينة ناجح حمادي إن أي حد من الناس الكبيرة محتاج أي حد محتاج أي حاجة من تحت هم هينزولوا جبهالهم لغاية عندهم آه يعني أتمنى إن المبادرة دي يعملوا جروب أو صفحة وينزلوا أرقامها أرقامهم على هذه الصفحة وإن هم يتواصلوا مع الأهالي وإن أي حد محتاج أي حاجة تقول له ما تنزلش خليك في بيتك وإحنا هنجيب لك حاجتك دي طبعاً إنت مش هتكلم ده أو مش هتعمل ده على كل المنازل أو في كل البيوت لا إنت هتعمل ده للناس الكبيرة اللي هي ما معاهاش حد ينزل يجيب لها الحاجة لأنها بتبقى مضطرة إن هي تنزل فأتمنى من شباب التحرير بمدينة ناجة حماد اللي أنا براهن عليهم واللي أنا هبدأ بيهم وهبدأ هذه المبادرة بيهم إن شاء الله براهن على نجاح هذه المبادرة بفضل الله ثم بفضل شباب التحرير بمدينة ناجة حماد فأتمنى تفعيل هذه المبادرة ويا رب كده إن شاء الله كل ثقة إن أنا هطلع الحلقة الجاية وهيكون معي فيديوهات إيجابية جداً جداً إن شاء الله خاصة بهذه المبادرة والمبادرات الأخرى أنا مش عايزكم توقفوا على هذه المبادرة بس لا ده أنا عايز مبادرة delivery الخير وعايز مبادرات كتيرة جداً منكم وأنا واثق واثق تماماً والله لو لولا ثقتي الكبيرة فيكم ما كنتش اقترحت عليكم هذه المبادرة فأتمنى أن هذه المبادرة تكون موجودة في كل بلد وفي كل قرية وفي كل شارع في مصر وأتمنى أن هي تبدأ من مدينة ناجح حمادي وخاصة بشارع التحرير الحلقة الجاية إن شاء الله كل صغة إن أنا هطلع الحلقة الجاية وهيكون معايا فيديوهات لشباب التحرير وتفعيل هذه المبادرة فأرقامي هتكون موجودة قدامكم دلوقتي فياريت بعتونا على الوطس الفيديوهات لكل حد بيشاهدنا في مصر كلها مش في ناجح حمادي بس أي حد بيشاهدنا يريد تفعاله هذه المبادرة المبادرة الخيرية المبادرة الوطنية المبادرة الرجولية إن ما بيعملش كده غير اللي هو بيعمل حاجة الوجه الله غير الراجل الوطني غير الحد اللي بتكون مزروعة جواه الرجولة هو ده دائما اللي هو بيصعى للمبادرات دي فأتمنى تفعيل هذه المبادرة من الغد إن شاء الله الأرقام هتكون موجودة إن شاء الله قدامكم على الشاشة تبعثونا فيديوهات وتبعثونا كل الفيديوهات الإيجابية وإن شاء الله الحلقة الجاية هنعرضها بإذن الله ده بخصوص مدينة ناجح حمادي اللي أنا حبيت أبدأ حلقتي بها طيب عايزة نروح لأخبارنا الرياضية أحمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز بصراحة أثبت إنه هو لاعب كبير جدا وإنه هو لاعب يستحق إنه هو يكون موجود في منتخب مصر ويستحق إنه هو يكون موجود في أكبر أنديت مصر يستحق إنه هو يكون موجود أساسي بيراميدز يستحق إنه هو يكون موجود في النادي الأهلي في نادي الزمالك أي نادي بيتمنى وجود أحمد أيمن منصور في ناديه طبعا أحمد أيمن منصور بنسبة 90% هيكون أولى صفقات نادي الزمالك الصفقة دي هتتم ولكن هتتم بشروط إيه الشروط دي؟ إنه هيكون فيه مقابل مادي من نادي الزمالك وهيكون فيه لاعب من نادي الزمالك هينتقل لبرامد يعني بمعنى كده إن أحمد أيمن منصور هيكون موجود في نادي الزمالك إذا تمت الصفقة ولكن بمقابل مادي وأحد اللاعبين من نادي الزمالك هينتقل لصفوف برامد طيب النادي الأهلي أحمد حجازي المدافع مدافع منتخب مصر لاعب النادي الأهلي السابق والمحترف حاليا أحمد حجازي يقترب بقوة أيضا للانضمام للنادي الأهلي ولكن بشروط شروط أحمد حجازي إن أول شرط إنه يتقادى 15 مليون في الموسم ثاني شرط إنه يتقادى نسبة من الإعلانات تتخطى 5% للإعلان الواحد ثالث شرط من شروط أحمد حجازي إنه هو إن الأهلي يتحمل كافة المصاريف الضريبية ودفعها جميعا لللاعب خلال السنوات القادمة زيادة بعد كل بطولة 6% من قيمة العقب بدون ضرائب طبعا كارترون المدير الفني لنادي الزمالك يطالب بقوة بانضمام أو بالتعاقد مع عبدالله السعيد لاعب نادي بيرمز كارترون حاطط عبدالله السعيد ضمن قائمة اللاعبين الذين يريد انضمامهم إلى نادي الزمالك في الموسم القادم كارترون يمكن فيه بعض العروض الجيدة اللي قدمها مع نادي الزمالك فيه عروض كتير طبعا جات له مدرب قوي جدا مدرب كويس مدرب اسم كبير في القارة الأفريقية فشوفنا حقق بطولتين في 6 أيام مع نادي الزمالك عاد الزمالك أو عمل من الزمالك فريق قوي فريق بطولات يمكن لولا هذا الوباء كنا شوفنا كمان الزمالك أو كنا استمتعنا بأداء الزمالك مع مستر كارترون زي ما بنستمتع بأداء النادي الأهلي مع فيلر مستر كارترون تلقى عروض كتيرة جدا ولكنه رفض هذه العروض وصرح بأنه هو موافق على التجديد لنادي الزمالك طيب معانا مين يا جماعة؟ طيب هاتهون تاني ماشي كابتن حمادا ماشي كان معانا على الهاتف كابتن حمادا صدقي المدير الفن النادي يسموها هيجبهون تاني طيب لعيبة كتيرة جدا بتكلمني بعد كل حلقة بنكون حطين أرقام فريق العمل برنامج نجمه مصر فلعيبة كتير جدا بتكلمني بعد البرنامج أو بتكلمني تاني يوم أو بتكلمني أثناء البرنامج ولكن أثناء البرنامج ما بقدرش أرد عليها بتكلمني بخصوص نادي نجمه مصر يمكن أنا قلت في الحلقات السابقة كلها أن احنا بدأنا الموسم الجديد بدري زي ما احنا بدأنا يا ريت يا أستاذ محمد تعرض لنا الأرقام على الشاشة عشان الحابب يتواصل معنا بعد البرنامج فبدأنا الموسم اللي فات في شهر ثلاثة يمكن ده كان أول موسم لنا مع نادي نجمه مصر بدأنا عملنا موسم قوي جدا ضمينا لعيبة من كل محافظات مصر ضمينا زي ما قلنا قبل كده لعيبة من الصعيد ومن الفيوم ومن بانسويف ومن القاهرة ومن الجيزة ومن اسكندرية ومن البحيرة ومن كل مكان يمكن فيه لعيبة انضمت لنادي الشمس يمكن كانت أول مرة تتأيد في نادي أو أول مرة تلعب لنادي لعيبة بصراحة لعبنا يمكن اتمرنت معنا بدأنا فترة إعداد طويلة فترة إعداد كان فيه وقت كافي أن احنا نعمل فترة إعداد قوية جدا فترة الإعداد ثم عملنا مباريات أيضا ودية كتير جدا ثم بدأ الموسم الرياضي أو بدأ الدورة بتاعنا عملنا موسم طيب جدا جدا لعبنا موسم كامل يمكن الدورة بتاعنا انتهى قبل ظهور هذا الوباء فبصراحة عملنا موسم كويس جدا فهذا الموسم قدنا دفعة قدنا دفعة أن احنا نكمل الموسم القادم النادي اللي احنا كنا واخدينه الموسم الفات أو الموسم الماضي كان يلعب في الدرجة الثالثة السنادي مع الدفعة المعنوية اللي خدناها لما لقينا أن التجربة نجحت بشكل ملحوظ يعني خدنا نادي درجة تانية أو نادي يلعب في الممتاز به ولكن زي ما قلت برضو الحلقة اللي فاتت احنا مكملين مع نادي الشمس برعاية نجم مصر طيب في بعض اللعيبة من الصعيد بيبقى مشوار عليها جدا أن هي تلعب في نادي في القاهرة فاحنا قلنا أن نادي الشمس هيكون خاص بلعبة الصعيد أي لاعب من الصعيد مش هيقدر أن هو يكون موجود في القاهرة مش هيقدر يسافر هيكون موجود في نادي الشمس بالصعيد عشان يكون قريب ليه وأن إن شاء الله نادي الشمس هيكون محطة ليه محطة أن هو يكون موجود في النادي الأهلي يكون موجود في نادي الزمالك يكون موجود في أحد أنديت الدوري الممتاز طيب نادي او نادي التاني اللي احنا خدناه اللي هو يلعب في الدرجة التانية هيكون خاص بلعبة القاهرة بلعبة بنسويف بلعبة الفيوم وبرضو اللعبة اللي هي من الصعيد عايزة تكون موجودة في النادي ده وهتقدر ان هي تكون موجودة في القاهرة لان النادي اللي احنا اتعاقدنا معها اللي هو بيلعب في الدرجة التانية تدريباته كلها هتكون في القاهرة فاي لعب من الصعيد حابب او ما عندوش اي مشكلة ان هو يكون موجود في القاهرة احنا برضو ما عندناش مشكلة بس احنا حبينا يعني ايه نخفف عنهم شوية حبينا لو ما يقدرش يكون موجود في القاهرة يبقى موجود في نادي الشمس بالصعيد اما لعبت اسكندرية ولعبت البحيرة ولعبت بنسويف اللعبة اللي هي قريبة من محافظة القاهرة والجيزة هتكون موجودة في هذا النادي وطبعا فاي حد او اي حد ما خدش فرصته بسبب الوسطى باي سبب اخر احنا ما عندناش مشكلة فتحين ابوابنا او فتحين باب نجم مصر للجميع بس عندنا سن معين اللي احنا بنبدأ من عشر سنين لعشرين سنة اللي هو اكبر سن عندنا اللي هو موليد تسعة وتسعين اما موليد تمانية وتسعين وموليد سبعة وتسعين دول هيكونوا او دول فريق اول اه لو فيهم لعب كويس جدا جدا اه هينضم للفريق الاول لكن لو مستوى اقل من خمسين في المه يبقى صعب جدا لان قطاع الناشئين عندنا يختلف تماما عن الفريق الاول الفريق الاول بينافس على الصعود للدوري الممتاز ويمكن هو كان موجود هذا النادي كان موجود من ثلاث سنين في الدوري الممتاز ثم هبط للممتاز به فمجلس ادارته او القائمين على هذا النادي بيأملوا ان يعود مرة اخرى للدوري الممتاز فعشان كده اي لاعب حابب ينضم النادينا يكلمنا على ارقام اللي هتظهر قدام الشاشة او اللي هتظهر على شاشة اللي مش عارف الاستاذ محمد الملك ليه بصراحة ما مطلحاش على الشاشة يكلمنا على ارقام دي ان شاء الله بعد ما ربنا يرفع هذه الغمة او يرفع هذا البلاء باذن الله وكلنا تفاؤل بهذا الشهر الكريم وان ربنا يرفع هذا البلاء بفضل الله ثم بفضل هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي انزله فيه القرآن طيب عايز اروح او عايز ارجع كده للدوري المصري يمكن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم على الابواب كل الاسماء اللي سمعنا عنها وكل الاسماء اللي هي مترشحة لانتخابات اتحاد القرى كلها اسماء كانت موجودة في السابق اسماء كلها كانت موجودة في السابق يمكن كابتن احمد شبير المهندس هاني ابو ريدا الكابتن مجدي عبدالغاني واسماء تانية كلها كانت موجودة في السابق طيب بعد الاخفاق في كاس العالم الناس دي قدمت استقالتها بناء على رغبة الشعب المصري بيأكمله طيب هو احنا عملنا ايه لما انتوا دلوقتي جايين وتترشحوا تاني طيب هو احنا الايه اللي عملناها مش دول اللي الشعب المصري كله كان بيطالب بعض الاخفاق في كاس العالم مش هو ده او مش هما دول الناس اللي الشعب كله طالب بقالتهم واستقالوا بالفعل طيب انتوا بتقدموا نفسكم يعني او بتترشحوا تاني ليه وليه ما فيش وجوه اخرى ليه ما فيش وجوه جديدة تترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري كنت اتمنى ان ارى وجوه جديدة لقيادة الاتحاد المصري لكرت القدم وعايز اقول في نفس الوقت ان ما فيش اي اتحاد كرة هيكون من داخل مصر مش هينفع خليني اتكلم معكم بصراحة اي حد سبق ليه اللعبة في النادي الاهلي لو مسك اتحاد او مسك رئاسة الاتحاد او مسك اي منصب في الاتحاد هيعمل لصالح نادي ده طبيعي جدا جدا وده هو اللي ماشي واي حد هيقول غير كده يبقى ما بيقولش الحقيقة اي حد هيكون موجود في الاتحاد وهيكون لعب في نادي الزمالك اكيد هيشتغل لمصلحة نادي السابق نادي الزمالك طب وما ليه الحل وجهة نظري ان الحل الوحيد عشان الكرة المصرية تتقدم وان الدور المصري يكون من اقوى الدوريات او يكون اقوى دوري عربي افريقي لازم الناس المسؤولة او لازم الاتحاد المصري كرت القدم ما يكونش مصريين نجيبه ناس من بره ما تعرفش يعني ايه اهلي وما تعرفش يعني ايه زمالك ناس هتعمل لصالح الكرة المصرية فقط ولا هتعرف فلان ولا هتعرف علان مش هتجامل ده ولا هتعمل حساب لده صدقوني كل اللي بيبقوا موجودين في الاتحاد على مدار التاريخ كلهم بيخافوا بيخافوا من الأهلي وبيخافوا من الزمالك كلهم بيعملوا مئة ألف حساب كلهم بيحبوا بيطلعوا بقرارات يجاملوا بيها النادي الأهلي أو يجاملوا بيها نادي الزمالك أو يطلعوا يجاملوا النادي الأهلي وإرضاءا لمجلس إدارة نادي الزمالك أو لنادي الزمالك بيلبوا لهم بعض الطلبات فدي عمر الكرة المصرية ما هتتقدم لو احنا ملاحظين نلاحظ ان احنا في السنوات الاخيرة ما فيش اي تقدم نهائي في الكرة المصرية عندنا لعيبة على اعلى مستوى عندنا اندية لها اسمها اسمها في افريقيا وبل اسمها في العالم كله عندنا الاهلي والزمالك اكبر اندية افريقيا شفنا الزمالك والبطلات اللي حققها الترجي اللي كان مسيطر على كل البطلات شفنا الزمالك عمل معاه في اسبوع او في اقل من اسبوع النادي الاهلي اللي كان مسيطر ايضا على بطلات افريقيا فاحنا عندنا اندية كبيرة عندنا نادي بيرامدز اللي لسه ملهوش سنتين في الدوري المصري بسم الله ما شاء الله بينافسه بقوة على بطولة الكمفدرالية ويمكن من المرشحين او المرشح الاول للفوز بالكمفدرالية وكلنا بنتمنى طبعا فوز نادي بيرامدز بهذه البطولة فعشان نتقدم او الرياضة المصرية او خاصة كرت القدم تتقدم لابد ان الناس المسؤولة او الناس اللي هي تكون موجودة في الاتحاد في الاتحاد المصري كرت القدم تكون من خارج مصر والله العظيم هو ده الحل الوحيد هتجيب لحد من الاهلي هيجامل والله هيجامل الاهلي هتجيب حد من الزمالك والله هيجامل الزمالك هو ده اللي ماشي في مصر عندنا احنا عندنا الكرة زي ما الاهلي والزمالك هم اللي محلين الكرة في مصر الاهلي والزمالك هم اللي مبواضين الكرة في مصر جاهزين بالفاصل يا جماعة؟ طيب فعشان كده أنا بطالب أن المسؤولين أو أتمنى أن اللي يكونوا مسؤولين عن الكرة في مصر يكونوا مسؤولين مش مصريين يكونوا خارج مصر عشان يبقى شغلهم الشاغل تطوير الكرة المصرية يكون شغلهم الشاغل يكون تطوير الكرة المصرية ما يكون شغلهم الشاغل أنهم عايزين يعملون بنت مع الأهلي عشان الأهلي يعمل معهم موقف تاني موقف شخصي أو يعملوا كده مع الزمالك عشان يكون أو عشان هيكون ليهم موقف مع نادي الزمالك أو ليهم طلب شخصي عند نادي الزمالك ومستنين لنادي الزمالك لبلهم طلبهم ده فبتمنى يا رب المسؤولين في مصر يفكروا في هذه الخطوة وأنا متأكد تماماً أن ده طبعاً استحال أنه يحصل رغم أنه هو ده الصح بس استحالة أنه ده يحصل طيب مين المسؤول عن اختيار الاتحاد المصر الكرة القدم في السابق وفي اللي جاي إن شاء الله أعضاء الجمعية العمومية أو الأندية اللي لها حق في الجمعية العمومية واللي لها حق في التصوير طيب أنا ليه نداء أو ليه رسالة لرؤساء هذه الأندية اختيارك لرئيس الاتحاد أو لرئيس اتحاد المصر الكرة القدم أو لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أو الاتحاد المصري لكرة القدم اختيارك ليهم أمانة اختيارك ليهم أمانة فمن فضل حضرتك انسى المصالح الشخصية واشتغل أو اختار اللي يكون أنسب للرياضة المصرية اختار اللي هو هيفيد الرياضة المصرية من وجهة نظرك سيبك من النداء صديقك أو سيبك من النداء أنك انت ليك مصالح شخصية معاه طيب لما بتحصل أزمة في الكرة المصرية أو مع منتخب مصر كلنا بنروح طبعا للاتحاد المصري لكرت القدم طيب ليه برضو ما بنروحش للناس اللي هي اللي اختارت الاتحاد ده مش ان الاتحاد ده جاء بناء على رغبة الجمعية العمومية طيب ليه انتوا بتحسبوا الاتحاد بس آه من حقينا ان احنا نحاسب الاتحاد بس من حقينا أيضا ان احنا نحاسب الناس اللي هي جابت الاتحاد أو اللي اختارت الاتحاد ده فأتمنى بعد اختيار المجلس الجديد للاتحاد أو للاتحاد المصر الكرت القدم إذا حصلت أي نجاحات آه هتحسب للمجلس الإدارة ولكن تحسب أيضا للناس أو لأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الأندية اللي هم اختاروا هذه اللجنة أو اختاروا الاتحاد ده وإذا حصل إخفاق أكيد طبعا هيتسئل عنه المجلس أو مجلس الاتحاد المصر الكرت القدم أتمنى أن يتسئل أيضا عنه الأندية اللي هي اختارت هذا المجلس زي ما قلت لكم يمكن الناس اللي هي اختارت الاتحاد اللي فات هي ما حدش جاب سريطها خالص كلنا قلنا أن الناس لازم الناس دي تمشي طبعا الناس اللي هي زي ما قلت لكم كده أغلبية أو أكتر أو أقوى وأشهر الناس اللي هي مترشحة للاتحاد المصر الكرت القدم على رأسهم طبعا المهندس هاني أبو ريدا والكابتن أحمد شبير وتقريبا بس مش متأكد أن الكابتن طاهر طيب هنروح للمدير الفني لنادي اسموحة الرجل الخلوق اللي أنا بحترمه جدا جدا على المستوى الشخصي وبعتبره أخي كبير لي طبعا معايا على الهاتف المدير الفني لنادي اسموحة الكابتن حمادة صدقي كابتن حمادة ازاي حضرتك أهلا بيك عمار أهلا بيك وأهلا بيك كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن وأنت طيب حبيب ربنا يخليك كابتن حمادة في البداية كده طمنا على فريق سموحة هل هم في راحة سلبية تامة ولا بيتمرنوا تدريبات فردية لا طبعا كل الأمدية بتمارنوا تدريبات فردية في البيت اللي هي الرسمية يعني زاي راحة إيجابية كده بتشغل قوة وحاجات كده كل يوم في برنامج بيدعت للعيب على الجروب بتاعنا وابندي يومين أجاهزة بسبوعين بشغل وخمس أيام ويومين راحة وابنطبع أجاهزة جدا من الجهاز لكل اللي عاديين طبعا عليهم يعني في أمل اللي احنا نرجع إن شاء الله للنشاط بإذن الله قرأي في إذن الله طيب الكابتن حمادة مع استكمال الدوري والله الأفضل عدم الاستكمال والتجهيز للموسم جديد يعني يا رب الأزمة يتعدل سلام يا رب إن شاء الله دي أهم حاجة طبعا من كل حاجة سلامة الناس كلها مهم جدا لكن هتلاقي يعني أعملت أحصائية على الدوري كله هتلاقي الناس كتيرا مختلفة يكمل وليمسي في دوري جديد كل واحد بقوا حسب أهدافه يعني مثلا أنا عن نفسي كان نسموح عن أساب الدوري وعندي أمل أخش المربع فأنا عايز الدوري يكمل اللي عنده مشكلة بصرع في الوجود وليك لا يا عمي الإتلغي ونعبوسم جديد لكن احنا كلنا نفسنا طبعا أنا عن نفسي نفسنا مش عشان مكاني كويت أو اللعبة عندي بشكل جيد نفسنا نكمل الدوري طبعا ونكمل النشاط وترجع العجرة تدور تاني بس أم حاجة طبعا بقول الصحة دي مهمة جدا جدا طبعا وربنا يخرجنا من الوباء ده على خير يا رب إن شاء الله يا رب طيب كابتن حمادة لو استكمل الدوري حضرتك محتاج وقت قدي إيه عشان يكون فريق سموحها جاهز على الأقل بدنيا بص هو كل فريق مختلف عن الثاني يعني أنا بالمتابعة اللي شغلت بيها دلوقتي بمدرب الأحمال اللي بيتابع مع اللعبين ممكن يعني يعني ممكن من أربع لخمس أسابيع يعني شهر شهر ونص ممكن أو خمس أسابيع ممكن أعمل أعداد وخش ومن خلاله أعمل ثلاث أربعة مباريات وألعب الزاوي وفي ناسة تحتاج أكتر ممكن الواغدي راحة في البية طبعاً بيتحج بالعجاب دي أو ما بيجي بتعمل التست أو الاقتبار والتوز إحنا وصلنا لغاية إيه من القوة وطبعاً هم بيجوا بيعملوا عجلة ويتمغلوا بقوة بتجنبوا العجاب مش مش جنب في البيت يعني التدريبات بنعملها أونلاين كده على طول دي بتخليش تبدأ من صفر صدق مثلا من أربعة من خمسة يبقى قدامك جزء ونما تدي الدوري بتفيدي تاخد بقى كل مطر بالمطر بتجنب في فنين وبدنيين فأنا في رئيس من أربعة لخمسة أسابيع ممكن إن شاء الله نبدأ الدوري ممكن في فريقها يحتاج أكثر من كده تمام فممكن تدي لكل ست أسابيع وتيبدأ دلقوا إن شاء الله إجرنا نحدد معك للدوري إن شاء الله طيب كابتن حمادة حضرتك أكيد بتتابع بعض اللاعبين أو بتسعى للتعاقل مع لعبين جدد لنادي اسموحها هل تم الاتفاق رسميا مع بعض اللاعبين من خارج سموحة للانضمام لنادي اسموحة؟ لا خالص دلوقتي المعادل المعادل مش مناسب إنت مش عارف الدورة يتلغي والدورة يتكمل أكيد انت حاضت خارجة في دماغك بس لسا ما عادناش الأعضاء اللي ممكن نحكم فيها حاجة للظروف اللي احنا فيها يعني حضرتك ما عادتش مع المهندس فرج وتكلمت على بعض اللاعبين أنا بنقعد أسبوعين لازم نقعد أسبوعين بنقعد مع بعض ولكن ما تكلمناش يعني اللي احنا عندي أعراض خمس إعراض هل الأعراض دي هاتي هاتي لو الدورة تلغى هل هنجدد الأعراض ثم الدورة تكمل هيتكملوا معنا الأعراض خمسة كثيرة في التيم فده نتقدرش تقول أي حاجة إلا ما يبقى فيه صورة بينة أو دمك الدورة يتلعب أو الدورة يتلعب لو تكمل هتكمل عادي وبعد في نهاية المسلم بتعرف إيه الماكن نحتاجها لو تلغى هتكتبني من جديد دلوقتي تيم أتشوف إيه اللي احتياجات طيب فيه لعبة كابتن حمادة من سموحها تم الاتفاق على انتقالها لأحد الأندية الأخرى لا خالص نهائي لا نهائي يعني كان حسام حسن كان فيه كلام من بعض الوكلة في بعض الأندية إنه هو يكون موجود في نادي الزماني ما نقدرش نقول حاجة إلا ميجي ورق رسمي يعيج باية إيميل أو فاكس رسمي للنادي نقدر من خلال المتحدة لكن حاجة رسمي موجدش ولكن حسام تتردد في أكثر من نادي اللي هو كان مطلوب ولكن دي كله عن طريق الوكلة فقط مش حاجة رسمي من أي نادي طيب لو جاء لحضرتك طلب رسمي أنا أفترض من نادي الزمالك بالتعاقد مع حسام حسن مقابل مبلغ مادي ومقابل أحد لعبي نادي الزمالك حضرتك هتقبل؟ أو قرار مش بتاعد واحدي في قرار إدارة ما أكيد لمجلس الإدارة المهندس فارج عامر وأكيد برضو رأي حضرتك أني فنيا أنا فنيا ما حسام ولكن لو في حاجة عائد معين إدارة حتى ترجط معين للأهداف في التسويق الرياضي والحاجات دي بنته بالتصمار يعني أنا مانت فارج في نشتغل في الموضوع ده بقالي فترة ممكن أكتر من لاعج تم بيعه فترة اللي فاتت لبرة مثل لبعض الأندالي الأهلي أكيد هو في دنوة حتى تسويق بشكل كبير مع أقود البديل يعني لأي العيد يجيله عرض كويس من نادي أكيد بتفكر في البديل لو موجود البديل ماشي ماشي موجود طبعا مسترش تتصرف فيه فذه بيرجع بالأدارة برضو للقارار الفني وقارار الإدارة طيب على سبيل المدعبة كابتن حمادة لو اتفق المستشار مرتضى منصور أو مع المهندس فرج عامر وقال للكابتن حمادة أي لاعب من نادي الزمالك الكابتن حمادة محتاجه احنا ما عندناش مانع الكابتن حمادة يختار مين من لعب الزمالك ويكون موجود معاه في سموحة كلهم لعبها كويسة وتحرجميش كلهم لعبها كويسة طبعا لا نفترض ان احنا نقول اسم منهم شايف مين يا كابتن حمادة من نادي الزمالك اثر جدا مع نادي الزمالك الموسم اللي احنا لسه ما كم من نوج ده اثر بالإيجاب يعني اثر طبعا اثر بالإيجاب وفرق جدا مع نادي الزمالك كمان والله انا شايف ممكن اللعبة كلها اسلال بشكل كويس جدا وكارترون ممكن اخر فترة كان يركز كويس جدا مع فرقة وفين من فرقة وتعرف خدراتها وقدوا بشكل كويس جدا اخر البطلطين اللي اخدهم من الزمالك والترجي لا شوفنا ده عالي جدا جدا من التيم كشغل جماعي وطبعا اكيد طارق حامد وبن شرقي وفيه اكثر من لاعج يعني فرق اوباما طيب الاستقرار اللي كان موجود او الناجحات اللي موجودة في نادي الزمالك هزا المسلمة كابتن حمادة ده تفسروا بايه هل ده يرجع لللاعبين ولا للمدير الفني ولا لمجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتدى منصور اكيد طبعا النجاحات بتبقى النجاحات بتبقى النجاح لها مع بعض يعني تنشي بالنجاح لواحد واحد ده شغل جماعي من النجاحات اللي عاجينه من الادارة ده مهم جدا يعني طيب في حال استكمال بطولة دوري ابطال افريقيا شايف مين الاقرب للفوز بهذه البطولة والله الاربع فرق الوصف الاهل والزمالك وكريبا الوداد وإيه تاني ورجاء الاربع فرق الهضوز متساوية تماما الكابتن حمادة بتتمنى اكيد الاهل والزمالك في النهائي طبعا 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 لو سألتك تتمنى الاهل ولا الزمالك هتجاوبني ولا انا اهلاوي انا اطبع مش يعني مرجع ولا غير كده يعني اه تتمنى النادي الاهل اه بس انا بلوقت ندري في المحاولة ولكن لو الاهل بلعب في المحاولة اي مغراخر جيبت بشجع الاهل طيب تقييم حضرتك بلعب الاهل انا بشجع نفسك تمام تقييم حضرتك لمستر فيلر يمكن هو نجح جدا جدا محليا هل نقدر نحكم عليه افريقيا ولا لسه محتاج بعض الوقت يعني الفترة الاخيرة كويس افريقيا لكن بداياته دور المجموعات متانش موفق خارجيا اه المنطقة المحلي بيشتغل دور كويس جدا جدا طبعا وعمل حرب كبير اللاعبين ولكن انت لازم تحكم على بالنهاية هل التارجز عن نادي الاهل كيف بلعب على بسلطة افريقيا هل الهدف وصوله كسر العالم الاهلية ده اهل وزنانك بلعبه على هذا الهدف يعني تمام وتبطيبه بأخن الموسم يعني طيب احمد فتحي وانتقاله البرامد هيشايف ان ده هيأثر على النادي الاهلي على مستوى النادي الاهلي لا كتير اللا هبكتير مش ما اثرتش على حد يعني عبدالله سعيد ما اثرتش كبتا احمد طيمة وقامة وراجل اعطاقه كبير جدا للنادي الاهلي المتخب مطر اه يعني حضرتك شايف ان احمد فتحي انتقاله برامد انش يأثر نهائي على النادي الاهلي لا خالص يعني مش بكده لعبيني كتير اه وكبار ماشي بس اللعيبة دي اثرت يا كابتن بعد ما مشت لكن بتبقى مع الوقت بتلاقي البديل بتلاقي انك حدث بمقودة وهي سنة الحياة يعني مش حدث بعمر في الملايش طيب عودة احمد حجازي للنادي الاهلي شايفها هتكون مفيدة جدا او الاهلي محتاج احمد حجازي في الحتة دي اعكيد هتبقى نجح كبير طبعا لو ادري تجيبه طبعا بقى نجح كبير تمام طيب كابتن حمادة صدقي المدير الفني لنادي اسموحها بشكر حضرتك شكرا جزيلا بشكر حضرتك كابتن حمادة من الناس المحترمة جدا اللي دائما لما بنطلبها في لقاءة او في مدخلة ما بتأثرش خالص ودائما وقت ما بالندي باللاقي يعني زي ما بقوله فكل التوفيق للمدير الفني المحترم لنادي اسموحة يمكن كلام محترم وكلام صريح جدا كان من الكابتن حمادة يمكن لما بسأله تتمنى مين يفوز اذا تقابل النادي الاهلي مع نادي الزمالك في نهاية افريقيا تتمنى مين يفوز الراجل طبعا بصفة انه حد اهلا وحد لعب للنادي الاهلي قالك طبعا النادي الاهلي فكلامه او اجاباته كلها واقعية يمكن بس هي حتة ان اي حد بيمشي من نادي الاهلي ما بيأثرش لا هو زي ما قال برضو رجع لحق نفسه في الاخر وقال لك لا في بعض الناس بتبقى محتاجة وقت والاهلي بيقدر ايه بمعنى كده انه يقدر يلم نفسه ويرجع نفسه او يرجع بسرعة فأي لاعب كبير زي احمد فاتحي زي عبدالله السعيد زي الكابتن محمد ابو تريكا طبعا اي حد بيمشي من النادي الاهلي لا بيأثر والاهلي بيبقى محتاج وقت كبير جدا او محتاج بعض الوقت عشان يوجد البديل القفل للعيبة اللي مشيت طيب زي ما بقول كده او قبل المدخلة كنتم بطالب اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصر الكورت القدم اتمنى انكم انتو تختاروا الحد المناسب الحد اللي هيفيد الكرة المصرية الحد اللي معاه الكرة المصرية هتتقدم يا جماعة احنا قبل كده كان طموحنا وكنا دايما بصين للدوري الانجليزي وكنا بصين للدوري الاسباني دلوقتي وانت بتتفرج على الدوري السعودي او قبل ظهور هذا الوباء لما كنا بنتفرج على الدوري السعودي حاجة جميلة جدا 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 بنتمنى طبعا ان احنا كلنا الدوري المصري يبقى زي الدوري السعودي فما احترامي للسعودية او للرياضة السعودية المفروض مصر تكون الاولى عربية الاولى افريقيا على مستوى العرب او على مستوى افريقيا المفروض نمبر وان مصر فعشان كده الموضوع ده مهم جدا 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 وعايز اتكلم فيه كتير جدا وعايز اتكلم فيه حلقات وحلقات لان الاتحاد اللي جاي لو كان هو هو نفس الاتحاد السابق سدقوني طب ايه اللي هيقدمهن او ايه اللي هما ما عملهوش في الفترة السابقة هيعملوه الفترة اللي جاية طيب هنطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نتكلم عن نادي نجم مصر او بعض الاخبار الرياضية الخاصة بالدوري المصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدو رسوله قال تعالى إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته صراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له ولا يكون هذا إلا المؤمن أنا أسامة فاوي عبد الحميد من الحجر الصحي بمستجفى إسنى الحمد لله أنا في أتم الصحة وأحسن حال الحالة مستقرة تماما هنا في المستجفى جايبين معنا بأعلى جهد جزا الله كل القائمين على هذا المؤمن ورجعنا لكم بعد الفاصل يمكن بعد المكالمة بتاعة حمادة صدغي المدير الفن النادي اسموحها حابب أتكلم أيضا عن نادي نجم مصر فدائما أنا الناشئين كلهم اللي في مصر كل أملي أو كل طموحي كل حد مننا ليه حلم ليه طموح ليه حق مشروع سواء كان حلم كل حد مننا ليه حلم حلم مشروع وحق وطموح مشروع أنا أمنيتي إن أنا تطلع من تحت إيديا كده أو أكتر عدد ممكن من اللاعبين الناشئين الناس اللي هي ما خدتش حقها ليه أنا مريت بالتجربة دي مريت وروحت أنديا كتير جدا جدا وكنت أروح اختبار واثنين وثلاثة ويقول لي خلاص انت معانا ويجي في آخر اختبار يقول لي شكرا ولقى ناس تانية انضمت كنت أشوف نفسي أفضل منها فعشان كده أنا أكتر حد حاسس بلعبت القورة أو بالناس اللي هي ما خدتش حقها في المجال الكروي أو في كرة القدم فمرارا وتكرارا أي لاعب أي لاعب ما خدش فرصيته في أي نادي بس زي ما قلت لكم من سن عشر سنين أو حد عشر سنة لحد عشرين سنة اللي فوق العشرين سنة ده ما ينفعش يلعب غير فريق أول وعشان يلعب فريق أول لازم مستوى يكون عالي جدا أما لعبت الناشئين دي لسه بيبقى قدامها وقت لسه دي بقدر أتعب معاها لو مستوى عشر في المئة ببدأ معاها ببدأ معاها من تحت أنا بقول لكم والله العظيم الموسم اللي فات أكتر من 95% من اللعبة اللي كانت موجودة عندي أول مرة تلعب في نادي فيه لعبة والله العظيم كانت عندي من بيراميدز فيه لعبة كانت من البنك الأهلي فيه لعبة كانت من الألمونيوم أو شبان إينا تقريبا فيه لعبة كانت عندي من أندية أو كانت متأيدة في أندية فدي بتكون التعامل معاها بيبقى سهل لكن كانت المفاجأة ليا اللعبة اللي هي أول مرة تلعب معايا يعني عملنا مطشات بقول لكم مطشات كانت هايلة جدا والناس دي ظهرت بمستوى أثبتت لي أن بجد الناس دي تستهل أن الواحد يقف معاها وأن الحد ياخد بإيدها وأن هي إن شاء الله ممكن اللعبة دي في فترة من الفترات نشوفها في الأهلي ونشوفها في الزمالك فمش هنخسر أي حاجة لما نقف مع بعض اللعبة اللي ما خدتش حقهم وأتمنى من كل الأندية بعد رفع هذا البلاء بإذن الله لما تبدأ أو يبدأ النشاط أو لما يعود النشاط الرياضي في مصر بتمنى أن كل الأندية اللي هي بتعمل اختبارات الأهلي والزمالك وغيرهم الأندية دي يا جماعة بتيجي في بداية الموسم بتعمل اختبارات وبتعمل استمارات استمارة بـ 30 جنيه استمارة بـ 50 جنيه للعب وتجي بيجي ممكن نادي الزمالك أو النادي الأهلي أو الأندية الكبيرة دي بيجي لها ألفين وثلاث تلاف لعيب أول ما بيجوا لما بينزلوا كمان المحافظات يعني بينزلوا إينا وسهاج أول ما بيروحوا الأماكن دي بيختاروا خمس أو عشر لعيب بيقولوا خلاص انت معنا الناس بقى تروح وتشترك أو تروح تشتري الاستمارات وتقولك لا دا خدوا ناس دا خدوا ناس بالفعل قدامنا هم خدوا ناس فعلا بس بيقولولهم تعالونا التصفيات النهائية في النادي أو في مقر النادي في القاهرة أو في الجيزة سواء بتكلم على الزمالك أو على الأهلي أو غيرهم لما بيروحوا لإختبارات النهائية بيقولهم عليش شكرا بيقولوا مستوى كويس بس معلش ربنا يكرمك في نادي تاني طيب انت حضرتك على ايه؟ ليه بتحبط اللاعب؟ ليه بتعشمه؟ انت المفروض اللاعب من نظرتك كمدير فني لعبت للأهل أو الزماكة أو للأندية الكبيرة دي بتشوف اللاعب مرة واثنين حضرتك عايزه أوكي مش عايزه خلاص ليه تخليه يقعد معاك شهر واثنين وثلاثة ويسافر ويروح ويجي ومصاريف وفي الآخر تقول لي شكرا احساسك ايه باللاعب ده؟ لما خلاص بيبقى اللاعب راسم للنفس ان هو خلاص بقى في نادي الزمالك بقى في الاهل بقى في ودي ديجلة بقى في الأندية دي ويتفاجأ على اخر لحظة ان هو مش موجود في الأندية دي من هنا كل الشكر وكل التقدير لنادي ودي ديجلة ما بيعملش اختبارات بمقابل نهائي وده اللي بيثبت لك ان النادي ده بجد بيدور على اللاعبة او عايز لعبة كويسة بجد ليه النادي ده لو مش عايز او مش محتاج لعبة ايه اللي هيخليه يتعب ايه اللي هيخليه يروح المحافظات ايه اللي يخليه يعمل اختبارات قال أن دي التاني ممكن يقول طبعا عشان خاطر المقابل ما انت لما يجي لك الفين وثلاث تلاف لاعب والاستمارة عندك بخمسين جنيه بتلم مبلغ غير انك انت بتنزل كمان المحافظات بتنزل الشرقية واسكندرية رغم من الاماكن دي والله العظيم موجود فيها لعبة اللاعبة دي لو اخدت فرصتها هتكون افضل من لعبة كتير موجودة في الاهلي والزمالك وفي الاندية دي فنادي امبي ونادي ودي ديجلة اكتر ندين ما كانوش بيعملوا اختبارات يمكن السنة اللي فاتت طلعت واشدت بيهم بس للأسف المسم الماضي نادي امبي كان عامل استمارات ها كان عامل استمارات ونزل في بعض الاماكن وخلي بالكم يا جماعة بيجي احد الناس اللي هي عندها اكاديميات وبيروح يتكلم مع المسؤولين في نادي امبي او في الاندية الاخرى ويخليهم يجي عندهم ويعملوا اختبارات وبيقول لهم نسبة على فكرة انا مش عايز حضرتك تتوهم والله ها بيقول لك ده نادي بيعمل لك طبعا ينزل لك على الموقع التواصل الاجتماعي او في التلفزيون او في اي برنامج رياضي او في اي طريقة اعلانات يقول لك ان النادي فلان جاي عندنا تروح طبعا اهل القرية او اهل البلد كلهم يقدموا وكلهم ريح يجيبوا استمارات وحطين في دماغهم ان الراجل ده اللي جايب النادي ده عنده عايز يساعد اهل بلده لو بصيت للحقيقة او لو حضرتك قريب جدا من المجال الرياضي هتعرف ان الراجل ده اللي جايب نادي امبي او اي نادي يعمل اختبارات عنده بيبقى متفق مع النادي ده ان يكون ليه نسبة من المقابل المادي او نسبة من الاستمارات اللي بتتبعها محدش يقول لكم الكلام ده اه والله على ما اقوله شهيد النادي الكلام اللي انا بقوله لكم ده والله والله حصل يعني مش حاجة ممكن تحصل ممكن لا والله حصلت واتعرض علينا واتعرض علينا ان احنا نستضيف اكتر من نادي عشان خاطر نعمل اختبارات وكان طبعا رفض قلت اي نادي يعني ممكن كلمت بعض المسؤولين في نادي الزمالك قلت لو حضرتك ما في عندي لعيبة فعلا كويسة وما فيش عندي اي عقبات ان حضرتك لو عجبك لاعب من عندي تاخده او اي لاعب اجبهولك اي لاعب عايزه نخده ان شاء الله مجانة اي ترضيع من نادي الزمالك احنا هنقبل بها احنا هنقبل بها فقلت ان انا اجيب لك اللعيبة بشرط ان انا اعمل مباراة ودية ليه المباراة الودية دي هتكون ساعة ونص كفيلة انك انت تختار او تحكم على اي لاعب موجود عندي لكن شغل الاختبارات والخمس دقائق طب ده في الخمس دقائق ده ممكن اللاعب ملمسش كورة في العشر دقائق ممكن اللاعب ما تقولش كورة غير مرة واحدة حضرتك هتحكم على اللاعب من لمسة واحدة ما عليش دي واحدة يا سيد محمد فحضرتك هتحكم على اللاعب من لمسة واحدة ده استحالة فبقول للجماعة اجتهدوا نادي نجمه مصر فاتح أبوابه للجميع للجميع إن شاء الله لو مستواك عشرة 20% هنبدأ معاك زي ما بدأنا الموسم الماضي في نهاية الحلقة بشكر كل فريق العمل بشكر رئيس مجلس إدارة جو ميديا طبعا الأستاذ المحترم محمد رمضان بشكر الأستاذ محمد الملكي بشكر في الإعداد معاز ماهر بشكر طبعا فاكهة قناة الصحة والجمال عم عزب بشكر كل فريق العمل بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا انتظرونا الإسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج نجمه مصر